بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وأهلا بكم بهذه المحاضرة اللي حتكون مخصصة للركام الركام المستخدم في الخلطة الخرسانية رح تكون مقسمة لعدة أجزاء محاضرتنا جزء الأول حيكون مخصص إلى نمذجة الركام نمذج كيفية نمذجة الركام واستخدام التقسيم الربع والنصفي وبعديا حنأخذ السيب أناليسز التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن طبعا هو التحليل المنخلي للركام الناعم والخشن هنه نفس الشي بس الاختلاف يعني نفس الشرح ينطبق عليه هنه اثنين هم لكن الاختلاف هو فقط بمقاسات المناخل فقط الاختلاف هو في مقاسات المناخل وبعديا نقارن بالمواصفة لذلك إن شاء الله نحاول قدر الإمكان بهاي المحاضرة ناخذ هاي المواضيع طبعا احنا بعض القروبات أخذنا يعني الركام الناعم والخشن عرفناهم وخذنا التحليل المنخلي للركام الناعم بس ما أخذنا مثال عليهم فإن شاء الله سنعيد جديد كل المحاضرة ستنعاد من البداية الركام طلاب صورة عامة وصلنا في الركام إلى نوعين هو الركام الناعم الفين أغريقيت والركام الخشن اللي هو confused في الركام الكارس أغريقيت خذปه المناخ صلق اللذي هو الحصو اللذي نسمي باللهجة العراقية حصوب وركام الناعم اللي نسمى الرمال الركام الناعم طلاب بتعريف أولي إليه الركام الناعم هو الركام الذي يمر من منخو الرقم رقم أربعة وهو المنخوض من مقاس 5 مليم أو هو مقاس 4.75 مليم نفسه يعني احنا قربنا نعتبره 5 مليم يعني بعض الأحيان تقولون 4.75 وفي مأماكن أخرى 5 مليم لكن بالضبط هو المقاس من منخوض الرقم أربعة هو 4.75 على العموم طلاب هذا المنخل هذا المنخل رقم اربعة هذا المنخل رقم اربعة لنفترض هذا هذا آآ سيف نمبر فور شوفوا رقم اربعة من اقول رقم اربعة منخل رقم اربعة ويعدي مقاس هو نفسه هو مقاس آآ خمسة ملييم المقصود بالرقم اربعة شوفى اي طلاب هذي اي ملاحظة مهمة المقصود بالرقم اربعة يعني المنخل باربع فتحات بالنف속 يعني هس هذا المنخل خانقول este هذا снимخل فهنان اذا احنا نقسم في على الفتحات المال wiping ففي الانج الواحد سوف نقول لسا هذا الانج الانج اللي هو 25 مليم يعني 1 انج equal 25.4 مليم فهذا بالانج الواحد اللي هو 25 مليم أكو أربع فتحات أكو أربع فتحات هذا المقصود بالنخ الرقم أربعة من أقول قبل الرقم نخلي رقم يعني قبل النمبر نخلي رقم نقول رقم أربعة يعني بأربع فتحات بالانج هذا أربع فتحات بالانج لما نتقيسي نطلع الأبعاد أو السمك مثلا نقص السمك فيبقى معناته المقاس الفتحة الوحدة هي 5 مليم 5 مليم الفتحة الوحدة فهذا من خل رقم أربعة هذا من خل رقم أربعة طلاب لو عندنا هسه ركام بصورة عامة رمل وحصو مخلوط عندك خريط ركام رمل وحصو اللي يمر من عدة اللي يمر المار المار هذا رمل المتبقي المتبقي هو حصو أو حصا المتبقي هو المتبقي هو الحصو والمار من عدة هو فهذا المتبقي رقم أربعة هو اللي يستخدموا اللي هو مقاسة 5 مليم هو اللي يستخدموا لعزل الركام الناعم عن الخشن هذه السهة مهمة هذه فمن أجيب لكم سؤال كيف يتم أو كيف يتم عزل الركام الناعم عن الركام الخشن تقدرون شن الجواب مالته هيكون بوذلك باستخدام منخل رقم أربعة وهو المنخل ذو مقاس 5 مليم حيث ان المتبقي عندما استخدموا منخل هو حصو اللي بقى اللي لبقى على المنخل اللي يبقى على المنخل 很وبي متبقي على المنخل رقم 5 هو الحصو الركام الخشن محفو Works الوخصو والمار slot هي ملح المر فهذا المنخل سؤال大خم 4 وهنا اكتب أن يكون هذه الملاحظة مقسود بملخل رقم أربعة هو وجود أربع فتحات اس ل 조�που هذا مقسود من bebol سريد أربعة هذا المقصود من أربعة يعني هي أربع فتحات في الآنج هذه حد إثنانها سؤالي كانوا يستيجنكم شون تفصل الركام النعم على الخشن وما هو المقصود بالمل放 رقم أربعة هنا نطلاب طريقة أخذ النماذج المقصود طريقة أخذ النماذج هو لما المنمذج يروح للموقع كيف يجيب الكميات اللي يجيبها الكميات اللي يجيبها تعد أوزانها الكميات اللي يجيبها من الموقع جبال المختبر ما هي الأوزان المستخدمة فالأوزان هي اللايق الوزن الكل للركام الناعم بصورة عامة ما يقل عن 10 كيلوات وإذا ركام خشن اللي هو أقصى من 25 مليم ما يقل عن 25 كيلوغرام لكن هذه بيها تفاصيل بيها تفاصيل إذا كان حسب المواصف القياسي العراقية رقم 29 إذا كان الحد الأقصى للركام الحد الأقصى يعني القياس مالة الركام 25 مليم وأكبر فالحد الأدنى لوزن العينة اللي ناخذها من المجهزة الفحصية 50 كيلوغرام 50 كيلو إذا كانت 25 مليم وأكبر إذا كانت 25 مليم يعني أصغر أصغر من 25 وأكبر من 5 مليم 25 كيلو إذا كانت 25 مليم وأكبر 25 مليم وأكبر إذا كانت بين الخمسة والخمسة وعشرين يعني أقل من 25 وأكبر من 5 فهو 25 كيلو إذا كانت 5 مليم وأصغر يعني ناخذ 13 كيلو ناخذ 13 كيلو فهذه هي الطرق النمذجة هذا هذا وين هاي هاي لما أروح للموقع إذا أنا أدي موقع هنقول هسا هسا إحنا هنا هذا المختبر وهذا موقع العمل هذا موقع العمل إذن أنا لما أروح هنا بعد من موقع العمل ما زلت في موقع العمل هاي الكميات اللي أجيب اللي قلت لكم اللي هي أقل أقل شي 50 كيلو 25 كيلو و13 كيلو إذا كانت الكميات 25 مليم حجم الركام وأكثر يعني هو الحص هو الركام الخشن فأجيب على أقل 50 كيلو وإذا كان بين الخمسة لل 25 فأجيب 25 كيلو كأقل شي وإذا كانت 5 مليم وأقل أجيب 13 كيلو يعني رمل هذا 5 مليم وأقل معناها هذا ركام ناعم هذا كل أروح أجيب للمختبر هذا أجيب للمختبر هنا أنا بالمختبر راح أسوف الطرق طرق أسويها حتى أتعامل أيضا مع هذا الركام حتى أتعامل أيضا مع هذا الركام طبعا هنا أنا يتضح من الجدوى الأعلى أن العين الرئيسية كبيرة نوعا ما بالأخص عند استعمال ركام ذو مقاس كبير ولذلك يجب تقليل وزن العين قبل الفحص وفي جميع مراحل التقليل يكون من الضروري التأكد بأن العين احتفظت وخواصت نموذجية أي أن عينة الفحص الحقيقية أي أن عينة الفحص الحقيقية تمتلك خواص مماثلة للعين الرئيسية أي لجملة ركام يعني شنو هاي طلاب إنه العينات السآني من جبتها هذه خليناها فقط نقول في وعاء أو في كيس أو يعني فتج معين لما جبتها للمختبر هذه العينات لازم أتأكد أيضا اللي أدخلها للفحص للسيف أنالسس نحن قلنا هذا المختبر لست بالمختبر أنا سأعد جبت خمسين كيلو خمسة وعشرين كيلو مثلا جبت خمسة وعشرين كيلو مثلا أنا خو ما أخلي على السيف أنالسس خمسة وعشرين كيلو لا أنا أروح هذه أيضا أسألها فد نمذجة أكو طريقة للنمذجة حتى أحصل فد عينة صغيرة تمثل لي خواص العينة اللي موجودة اللي جبتها أو اللي موجودة بالموقع فمثلا طلاب إحنا هنا أكو حالات عدي طبعا أنا ما زلت بالموقع يعني يعني هسا أوك العينات جبتها طيب هاي العينات الآن اللي خنقل وآن بالموقع مع ملاحظة إذا كان الركام مخزون بالآن السحرين بالموقع إذا كان الركام مخزون على شكل كومة تزال الطبقة سطحية بعمق لايقل عن 150 مليم ثم يتم أخذ النماذج بواسط مجرفة ومن أماكن مختلفة يعني طلاب إذا أنا بالموقع والركام كان على شكل كومة هذه كوم ما الركام فأنا شنو أسوي أن أخذ أزيل عمق على أقل 15 مليم يعني أنزل بها فد 15 عفوا 15 سنتيم يعني 150 مليم على أقل مثلا حتى أطلع ركام من أسفل مظاهر للسطح مظاهر للسطح طبعا ليش هذا الشيء أسوي آني ليش أسوي هذا أيضا سؤال ثالث السهنان ليش هذا حتى لأنه حتى أتجنب الشوائب والأوساخ اللي موجودة بالطبقة السطحية اللي موجودة بالطبقة حاكيدة هذا مثلا معرض للظروف الجوية ومعرض للشوائب مثلا الأوساخ اللي موجودة فننزيل طبقة وناخذ من جو هذه الأوزان ما ناخذ من الفوق بس ولا من جو وكذلك نوزع للأخر العين ما ناخذ من مكان واحد ما ناخذ من مكان واحد ما أاخذ بس العين بس من هجه لا أاخذ منها وأاخذ منها وأاخذ منها وأاخذ منها وأتجنب قدر الإمكان هاي المكانات هاي المكانات أجنب قدر الإمكان الأخذ من هاي المكانات ليش؟ لأنه هاي قريبة على التربة قريبة أكيد على التربة فهي أكيد بيها شوائب هذا الرمل اللي موجود هنا أو الحصو اللي موجود هنا فهي أكيد بيفة شوائب وكذلك هنا تجي هنا أكثر الأحيان المقاسات المتماثلة تكون مقاساتها متماثلة فأنا شنو هنا فأبتعد قدر الإمكان عن هذا اللي قريب على الحاف لأنه هنا ستكون أوساخ ورمو مثلا أوكوسوري أطيان أو تراب فهذا كانت تجنب هذه المكانات بس إن شاء الله هي واضحة طلاب لأنه إذا كان كومة إذا كان كومة تزار الطبقة السطحية إذا كان الركام مغزون على شكل في خزان فتأخذ النمارة المتعدة بعوقات زمنية مختلفة من المبوب التفريق أثناء عملية التفريق هنا طلاب إذا كان الركام مغزون على شكل خزان مثلا شون السائلوات مثلا يخلون بيها إذا يخلون بيها الركام شون أيضا بعض الأحيان بالخباطات المركزية ما تلكون كريت فهنانا شنو هنا أثناء التفريق أثناء التفريق تأخذ كميات تأخذ الكميات أثناء التفريق بأوقات مختلفة أوقات زمنية مختلفة فهذه الطريقة الثانية طيب الطريقة الثالثة إذا كان الركام منقول بوصف حزام ناقل فتأخذ النماذج بعد إيقاف حركة الحزام الناقل من طول موحدة من أماكن مختلفة إذا كان الركام يعني ينقل بحزام ناقل بحزام ناقل بعض الأحيان يكون مثلا هناك المقلع هذا المقلع يكون هناك موجود وهناك حزام ناقل يوصل إلى المعمل مثلا مثلا هناك حزام ناقل يعني فهي أحد الأسباب أكد أسباب أخرى لهذا أنه نستخدم الحزام الناقل أكد بها جدوة اقتصادية فهنا نوقف الحزام الناقل وناخذ من أماكن مختلفة نحصل نموذج الركام القصد من هذه الفكرة كلها سواء كانت أنه يدي الركام على شكل كومة أو على شكل موجود داخل خزان أو على شكل موجود أنه حزام ناقل أنه أنوع العينة الركام التي أخذها يعني ما تكون من مكان واحد ولا من جهة وحدة ولا من ارتفاع واحد لا أنوعها تكون من ارتفاعات مختلفة من جهات مختلفة أتجنب أنه أخذ من الأسفل يعني مننا إذا كان هو على شكل كومة حتى تجنب وجود الأطيان أو الموجود الأوساخ وهكذا هذه الأمور أنه لازم أخذها بنظر الاحتبار في حالة النمذجة ومثل ما قلت لكم هذا كله بالموقع هذا الكلام كله بالموقع يعني هذه حرارة المختبر خمسة زائد ناقص سوري عشرين زائد ناقص خمسة درجة مئوية سينا نجيها لاحقا تحضير النموذج طلاب تحضير النموذج أنا هسا العينة هسا العينة أنا جبتها من الموقع جبتها للمختبر هذا الموقع اللي متوفر بي جبتها نقلتها إلى المختبر جبتها إلى المختبر هاي العينة جبتها إلى المختبر هسا نانا بالمختبر أنا شون أنا مجا أبحث الـ 25 كيلو أو الـ 50 كيلو أو الـ 40 كيلو أو الـ 60 كيلو أبحث سوية أبحث أن أسويleهم تدرج كلهن لا لازم أسوفة إجراءات أقلل وزن هاي العينات ونفس الوقت أيضاً أنمذجها لأنه أنا مثلاً تصور طلاب إذا كانت هاي العينة مثلاً جايب لي أنا للمختار 50 كيلو ركام سواء ناعم أو خشن مثلاً نقول ركام خشن أو 20 كيلو أو 30 كيلو لما جايبه وأجي أنا أخذ للفحص فقط من فوق أخذت فقط من فوق هذا الشي ما رح يمثل للواقع ليش لأنه أنا من جلت بالموقع الفوق هو مثلاً أخذت آخر آخر كمية أخذتها قبل ما أغادر الموقع مثلاً من هذا المكان أو من هذا المكان أو من هذا المكان أو خذتها من هذا المكان أو من هذا المكان يعني شنو مكان واحد ما أخذها أنا من ما أخذها من مكان واحد لا لازم شنو أسوي لازم أيضاً هذه هذه العينة اللي يجيبها للمختار أيضاً أخلطها أيضاً هاي العينة أخلطها أخلطها للعينة وحتى أحصل من عندها عينة نموذجية حصل من عندها عينة نموذجية فشون أخلطها هذه العينة أكو عندي طريقتين هي التقسيم الربعي والتقسيم النصفي التقسيم الربعي والتقسيم النصفي باختصار طلاب التقسيم الربعي هذا بالمختبر عندي تقسيم الربع وتقسيم نصفي في فتح ظل النمذج في المختبر يجب أن يكون نموذج جاف أو محتوى رطوبة أقل من حالة مشبع جاف في السطح ويتم أولا تصغير النموذج مأخوذ من موقع العم بلام بواسط طريقة التفريز يعني قاسب النماذج أو بس تقسيم الربعي وفي كل تجارب تجير على الركام الناعمي ويجيء استخدام حميبات الركام المرن وخطأ هذا من الركام الناعمي طبعا هسه هذا التقسيم الربعي وهذا عدي التقسيم النصفي تقسيم النصفي طلاب باختصار التقسيم الربع والتقسيم النصفي أنا أجيب فالوعاء هذا الوعاء اللي موجود أمامكم وعاء بأبعاد أخلي بي كومة الركام أخليه عاشك الكوم يعني خلي أكون بهالشكل هذا وهذا الرقام أجي أساوي للسطح أساوي أفرشه أفرشه على طول يعني على كل الإناء على كل الإناء أفرشه بسمف معين يعني أوشي أسوي كوم وبعدين شنو أفرشه على طول الإناء بعدين شنو أسوي أفرزه أفرزه أقسم بهالشكل هذا أخليه أرباع هو من إسمه تقسيم ربعي شنو أفرزه أفرزه هذا هذا الربع أول ربع ثاني ثالث رابع فشنو هنا أنه أسوي أستبعد ربعين متقابلين أما هذني أستبعده يعني أما أستبعد هذا وهذا متقابلين أو لا أستبعد هذا مثلا وهذا مثلا هناش سوي نحن استبعدنا هذا وستبعدنا هذا الربع فش بقالي بقالي هذا وهذا اللي إنه هذني بعدين شنو أسوي شنو أسوي أرجع أخلطهم ذني أذني أيضا أرجع أخلطهم ذني أجيب هنا أخلطهم أسويهم كومة سوي كوم وبعدين أيضا أرجع شنو أسوي أسوي أربع أقسام وأيضا أستبعد ربعين متقابلين أستبعد لحد ما آخر شيء يبقى لي فتشم كيلو مثلا خنقول ثلاثة أربع كيلوات العين أتقل وهاي الكمية هي اللي أدخلها للفحص ومثلا بالركام الخشن أنا أحتاج كيلوين بركام النعم خنقول مثلا كيلوين بس أنا ما أحضر بس كيلوين مثلا حضر ثلاثة أربع كيلوات جاهزا للفحص هو في صورة أدي أحتاج أكثر نموذج للتقسيء للفحوصات أجيب أن يسوي أكثر من الفحص فحضر اللي فتكميه يعني أصور أنه هذا كان مثلا كان خمسين كيلو مثلا خمسين كيلو كان الخمسين كيلو صارن أربعة قسمت إلى أربعة يعني صارت 12 ونص 12 ونص 12 ونص 12 ونص 12 ونص أشيل مثلا هذا وشيل هذا بقي الذني فهذا 12 ونص بقن وهذا 12 ونص قسمتهم بس هاي الخمسة وعشرين كيلو أيضا نسويها أربع أقسام أربع أقسام هذي فهاي أيضا أيضا تتقسم الخمسة وعشرين تتقسمها على أربعة فسر 6 وربع هنا نحصر النوب وراها 6 وربع 6 وربع 6 وربع 6 وربع النوب أجيبين وهكذا يعني 6 وربع تقريبا كافية مثلا خنقول 6 وربع قليلها بعد مثلا أكثر تصير أذا أقسمها بعد أذا أقسمها أكثر إذا أربع أقسام 6 وربع بعد تصير كلش قليلة فال6 وربع خلاص أكتيفي آخذه يعني هذا فالمثال يعني أنه أنا مو أستمر أستمر لحد ما تبقى لي آخر شي فهذا ربع كيلو لا يصير لازم أبقي لي في 3 كيلوات أربعة خمسة كيلوات حتى أتعامل معهم أتعامل معهم هذا التقسيم الرضعي بالنسبة للتقسيم النصفي وهو الأكثر شيوعا التقسيم النصف طلاب دي شو هذا قاسم النماذج هذا قاسم النماذج هنا أنا أخلي العيناء شوفه مكون من صفاء حديدية متوازية في شي صفاء حديدية فهنا أنا أخلي النموذج خلي النموذج يفرز إلى قسمين هذا القسم يروحي في國家 قسم تقريبيا المابضضة هنا اسمية نماذج сказал جو الآن أنا جذب لي 50 كيلو هنا قسم قسمين في 24 كيلو الان اجيب هاي الخمسة وعشرين كيلو اجر هذا طلحها والفارغ اللي اوه شو من الخمسين كيلو خليها جوه والنوب ايضا هذي افرزين اخلي تقريبا واحدة احصر مثلا اتناعش كيلو واحدة اتناعش كيلو اجيب اتناعش كيلو ايضا اخليهم بالنطق منحصر ستة بستة اخذ هاي ستة كيلو وهكذا اظل اقسم لحد ما اوصل الوزن قليل اتعامل مع الوزن القليل هذا شتاب حدا! ك LY في الزبط هذا الوزن؟نا ما بقي بالضبط يعني بقى 5 كيلوات견 وستة كيلو ايضا لازم عندي ان الموجودج كددا مزي اكا لعنى اكثر من 2 كيلو وحس tava احتاج احتاج مزيدный فحس احتاج اكثر من فحس وهكذا مثلا اناع طلاب اطلاب عملي كما اسووى با سube 6 اتناعش اーフا الكيلو وحسا تمر بعضا حتى كل مجموعة تمر لهم نموذج كل مجموعة سألهم مثلا كيلوين مثلا إذا أداهما مجموتيين وهكذا فهذا الطلاب اللي تكلمت عنه حاليا آني هو كان التقسيم الربع والنصف إذن أول ما بدأت بياكم بدأت بياكم إنه شو صنفنا الركام فهذا المفوص الطالب إذا يسجل الملاحظات يقول كيفية تقسيم الركام الناعم على الخشن بسخدام الخرقم أربعة طيب شنو المقصوم من الخرقم أربعة وبي أربعة فتحات في الإنش طيب شنو آني أعدي النموذج كيف أقسمه وآني بالموقع وآني بالموقع هذا بالموقع حزانه حسب الحد الأقصى اللي هو 25 أو حسب هذا المقاصر الأقصى وهي الأوزان اللي يعدكم أقل أقل أوزان زين إذا جبتها للمختبر طبعا هذا هم ما زال للموقع إذا هو كان على شكل كومة إذا كان خزان بي إذا كان على شكل عزام ناقل زين إذا جبتها للموقع شو أنا أقسمها إذا جبت عفوة للمختبر داخل المختبر شوف تعظين النموذج بالمختبر المختبر هذا بالمختبر بالمختبر هذا عدي تقسيم ربعي وتقسيم نصفي مثل ما شرحت لكم إياه قبل شوية تقسيم الربع والتقسيم النصفي هزا طلاب آني شنو أريد أجي أريد أجي علف الموضوع جدا مهم اللي هو التحليل المنخلي للركام للركام اللي هو أحبدي بالتحليل المنخلي للركام الناعم للركام الناعم عدي تحليل المنخلي للركام الناعم وتحليل المنخلي للركام الخشن طلاب باختصار التحليل المنخلي تحليل المنخلي حتى قبل ما نطبي بالتفاصيل هو أني أعدي عينة مثلاً ألفين غرام مثلاً عينة من الرمل أو الحصو عينة من الرمل أو الحصو هذه العينة طلاب هذه العينة أجي أستخدم أستخدم سيف أناليسيس أخلي مناخل أخلي مناخل هذا آخر شيء أخلي وعاء آخر شيء وعاء مو منخل هذا وعاء حتى ما ينزل كله على الأرض مثلاً وعاء مو منخل هذا منخل هذا هذا منخل مناخل أخلي سية من المناخل سأتكلم عنهم وأجي أخلي يشتغل هذا المنخل يصر به هزاز هنا يشتغل على وعاء رجاج هزاز نانا هو يقعد عليهم يستغل نانا هزاز أوكي وهذا بأبعاد مختلفة كل منخل إلى فتسايز محدد الغرض من هذه التجربة إنه أنا أفرز أو أقسم النموذج النموذج اللي يدي إلى حبيبات متماثلة المقاس إلى حبيبات متماثلة المقاس وأشوف كل مقاس هل يطابق المواصفة الموجودة ما أقسم é أجيبكم ياها وللركام الخشن الحصو أكو مجموعة مناخل ترتب بالتدريج وبالتسلسل ولفرز للركام إلى مقاسات محددة طيب هس هذا كبداية مو كشرح لنهائي للتجربة بس كبداية حتى من أحشي تفهمون أكثر التحليل المنخلي هو فصل الركام الناعم يعني التحليل المنخلي للركام الناعم استنعنا هو فصل الركام الناعم إلى حبيبات متماثلة ومطابقة كل قياس المواصفة المطلوبة للتأكد من وجوده ضمن التدرجات التي تملأ الفراغات بين الركام الأكبر مقاسا إن وجود الركام لتدرجات مختلفة يساعد على الحصول على خلسان ذات مقاومة انضغاط أعلى وديمومة أطول شوفوا طلاب هنا طلاب الركام هذا تدرج الركام تدرج الركام خليشوفوا إحنا الغاية من أد ليش إحنا نريد نتأكد من وجود الركام ضمن تدرجات محددة ليش نريد نتأكد من وجود الركام ضمن تدرجات محددة السبب الرئيسي طلاب هو التصوروا هذا الركام بأبعاد مختلفة عفوا أبعاد متماثلة هذا الركام بأبعاد متماثلة نانا بالخرسانة طلاب لازم لازم أنا أضمن أضمن وأتأكد أنه هذه الفراغات مملية بركام ذو مقاسات مختلفة هذه يعني الصور إذا كان كل الركام هو مملية 20 مم كل السيز مرت 5 että 20 مم لعد معنى هذه الفراغات اللي بيناتها يعني هذه 20 مم وهذه 20 مم وهذه 20 وهذه 20 وهذه 20 لعد هاي مين يمليها الجو ولي داخل này ما رح تنملي لازم أكو مقاسات أصغر بتدرجات محددة حتى تملي المقاسات تيداخل بين المقاسات الأكبر تيداخل بين المقاسات الأكبر هاي شوفوا هنا تداخل بين المقاسات الأكبر أخلي ركام يعني لازم أكبر ركام تدرجاتها مختلفة من يكون ركام تدرجاتها مختلفة يضمن لي يضمن لي أنه الخرسانة تكون كثافتها أعلى وتكون مقاومتها أعلى وتكون ديمومتها أعلى وتكون أفضل يعني بكل الظروف يعني تكون أفضل من الخرسانة الأتيادية أصوره أنه هذا هذا concrete وهذا concrete هذا مكعب concrete وهذا مكعب هذا بي ركام الأبعاد مالتها متماثل الركام أبعادها متماثلة وهذا أبعادها ما متماثلة غير متماثلة يعني بي ناعم و بي خشين طبعا هذا أفضل هذا أفضل هذا هذا أفضل لأنه ما بي فراغات كثيرة بينما هذا حصر بي فراغات لأنه ماكو ركام ناعم يداخل بين الركام الخشين فلذلك طلاب الخلاصة من أجيب لكم سؤال أقول لكم أيهما أفضل أيهما أفضل ركام ذو مقاسات متماثلة أفضل استخدام ركام بالخلاصة ذو مقاسات متماثلة لو استخدام ركام ذو مقاسات مختلفة مقاسات مختلفة ومدرجة طبعا الركام اللي أبعاده اللي مقاساته مدرجة وغير متماثلة غير متماثلة ومتدرجة هو أفضل بكثير من الركام المتماثلة واللي هو غير مدرج هو غير مدرج فهذه هي الغاية من التجربة طلاب مثل ما أقول لكم طبعا هذا التعريف كان بداية الغرض من التجربة الركام الناعم هو فصل الركام الناعم إلى حوابات متماثلة ومطابقة كل مقاس الموصل المطلوبة تأخذ موجودة ضمن الدرجات التي تمنع الفراغات من الركام الأكبر مقاسا وإن قتل ما أقول لكم يساعد على الحصول على مقاومة الضغط أعلى وديمهم أطول إن وجود ركام درجات مختلفة يعني غير مختلفة غير متماثلة مدرجة رفتوها كلها تعبيرات لنفس الكلة الأدوات والأجهزة المستخدمة ميزان حساس مناخ القياسية فرن تجفيف العينة قبل الفحص هذه الأدوات والأجهزة يعني بعد إذا تحتاجون أي شغلات ثانية تمكن إضافتها لطريقة العمل يصغر النموذج المأخوذ من الموقع العمل بواصل تقسيم الربع أو النصف ويأخذ الفين غرام يعني نحن في تجربتنا ناخذ الفين غرام الفين غرام يعني كيلوين من النموذج بعد تجفيفه بدرجة حرارة للغرفة أو بواصلة فرن لازم درجة حرارته عن مية وعشرة درجة مئوية طبعا لازم هذه العينة تكون مجففة لازم العينة التي تستخدم ثب وطلاب جاي أقول أن كل هذه الأمور يعني الثاني ما سأجيب لكم بالسؤال إذا هو أوبن بوك في الامتحان مثلا إذا هو أوبن بوك سأجيب لك مثلا ما هي الأدوات والأجهزة المستخدمة وتبتح لي الملزمة تكتب لي ميزان حساس ومناخل وفرن لا ما جيبها هيجي ما جيبها هيجي يعني اطمئنه أنه أنا ما جيبها هيجي سأجيبها أقولكم مثلا مثلا لو سأتكلم ما سأقولكم بعد تجويف درجة حرارة الغرفة أو بصفة لازم درجة حرارة عن 110 كما نجفف طبعا هناك جواب أنا أذكر وبعدين أسألكم من ضمن سياق التجربة أنه نجفف حتى إنه هذا لو كان الركام رطب لو كان الركام رطب هذا الركام رطب رح يعني يلزك ويلتصق بسطح السيف بسطح المنخل يلتصق به وما رح يمر ما رح يمر رح يلتصق بسطح المنخل لأنه هو ركام ناعم خاصة الركام الناعم يعني ركام الخشن أيضا موجودة هاي الحالة قليلة بدرجة أقل لكن إذا إحنا عدنا ركام ناعم وأنا خليتها هو موجاف ما مجفف بالفرن وهو موجاف مثلا ما أخذ ماطرة الدنيا مثلا وأنا ما أخذ هذا الركام وخاله بالسيف وخاله هذا الركام بالسيف طبعا ما هذا هنا رح يلتصق رح يلتصق فلذلك مثلا ممكن أجيب لكم سؤال أقول لكم لماذا يتم استخدام بتجربة الركام الناعم والخشن لماذا يتم استخدام ركام جاف ركام جاف ويجفف أو يجفف الركام قبل استخدامه بالتجربة الغاية طبعا السبب الأول السبب الأول هو لمنع التصاق لمنع التصاق الركام الناعم بسطح المنخل هاي الملاحظة ما رح أجيب لكم آني أو إنه الأدوات والأجهزة وإذا هو أوبن بوك مثلا مفتوح المحاضرة ميزان حساس وذني ما أجيبه شي مو أنا أجيبه ذني الشغلات فأنتو مثلا يجيكم سؤال إنه ليش إحنا نتخدم ركام ما هو الغرض من استخدام ركام جاف قبل الفحص ليش الجواب هو لأنه لمنع التصاق عينة الركام مع سطح المنخل مع سطح المناخل مثلا هذا السبب الأول وطبعا السبب الثاني يعني أكيد إحنا إذا كان الركام ناعم ركام الناعم أو الكشن يجوز هذا الركام مثلا أثناء أثناء إذا هو بيرطوبة أثناء إذا هو بيرطوبة أثناء العمل رح يفقد جزء من رطوبته وبالتالي الوزن مات سيتغير الوزن مات سيتغير وإحنا ميهمنا جدا أنه ثبوت الوزن الوزن يجب أن يكون ثابت فهذا النعام للمهمات أنه حتى الوزن يكون ثابت أنه أولا ثانيا لمنع التصاق التصاق جزيئات مثلا نقول هنا أو حبيبات الركام مع سطح المنخل والسبب الثاني لكي سنقول يكون الوزن ثابت حتى هذا لأنه الرطوبة يمكن يجف أثناء أو يفقد جزء من رطوبته أثناء هذا الاحتكاك يفقد جزء من رطوبته فالسبب المشاكل فأحنا كركام رطب مستحيل نشتغل به لتدرج مستحيل نشتغل به لمعرفة التدرج المناخ للمستخدمة طلاب في هذا الفحص هو المنخل بالتدريج أنه المنخل رقم 10 مليم 5 مليم 2.36 مليم 1.18 مليم 600 مايكرون 600 مايكرون 150 مايكرون المايكرون ألف مليم عفوا طلاب المليم ألف مايكرون 1 مليم هو ألف مايكرون الواحد مليم يساوي لي ألف مايكرون فهذا معناته يعني معناته هذا تقسم لي على ألف معناته الترتيب المناخل هو أكتبكم ترتيب المناخل هو يكون ترتيب المناخل هو أول شي نسوي نجيب هاي المناخل نحضرهن نحضرهن المناخل الرقم 10 مليم نقول 10 مليم يعني الفتحة مالتة 10 مليم الفتحة كل فتحة بها 10 مليم هاي 10 مليم وبعدين 5 مليم بعدين 2.36 مليم وبعدين 1.81 مليم بعدين 600 مايكرون مايكرون المايكرون هذا يعني نفس سيصابه 0.6 مليم يعني هذا 0.6 مليم 600 مايكرون 0.6 مليم وبعد شنو عدي 300 مايكرون يعني 0.3 مليم و150 مايكرون و150 مايكرون اللي هو 0.15 مليم حين نحن المليم ب1000 مايكرون فهذا تقسمها على 1000 يطلع 0.15 هذي المناخل المناخل طلاب هاي شنو أول شي توزنوها وزنها فارغ تتوزن هاي المناخل وزن فارغ يتم وزن المناخل وهي فارغة وبعدين شنو عديد تخلون الوعاء هذا الوعاء هنا هذا وعاء وبعدين تخلون المناخل واحد مين ثلاثة أربعة خمسة واحد مين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد هذا 0.15 وهذا 0.3 هذا 0.6 وهذا 1.18 هذا 2.36 هذا خمسة ونخلي المناخل الأخير هو 10 مليم هذا المناخل نحن أول شيء وزنناه الفارغات نظيفات وفارغات ما بين أي مشكلة ونرتبنا هذا الترتيب نخليهن من فوق تشبير لحد الصغير وبعدين آخر شيء نخلي الوعاء آخر شيء نخلي الوعاء هذا هو ترتيب المناخل يتم أقضل وزن جميع المناخل فارغة أول شيء نسجل فارغة توضع سلسة المناخل ويوضع النموز بعدها وتم وضع الغطاء والقاعدة في رجاجة ميكانيكية حيث تشغل رجاجة المدة لا تقل عن دقيقتين هاي شوفت الله فجر خليهن هذا المناخل الوعاء وذن البقية خلينا المناخل يعني هذه التجربة محددة يعني مو شرط العدد ثابت هذا خلينا المناخل وهنا هذر الهزاز هذا الشيكر هذا نعم من هنا نشغل من هنا نشغل شغل يشتغل هو تقريبا لمدة دقيقتين مو أقل من دقيقتين ويصير به اهتزازات لحد ما يعني كأنه جاي النخلة جاي النخلة احنا جاي النخلين بعدين شنسوي يتم التأكد من عملية الرجاج الميكانيكي بوسط فصل كل منخر على حدة باليد المدة لا تقل عن دقيقتين مع وضع وعاء تحته لتعاد الكمية العابرة المناخل الذي يليه في المقاس توزن المناخل كلنا على حدة وكذلك القادة مع الكمية المتفقية شوفوا طلاب هذر شنسوي هسه احنا شنسوينا المناخل هذي خليناها كمننا الاهتزازات كمنت هسته اجي اخذ المناخل الاول مناخل رقم عاشر هذا اسحبة واخلي جوه وعاء وهذا المناخل رقم عاشر انخل بيدي انخل بيدي حتى خوف اكون عالق ركام عالق يبقى على الوعاء ينزلي على الوعاء ينزل وعاء فشون جوه شون الوعاء موجود يلزك بي شون هذا الوعاء عدي اكثر من وعاء آني أخلي هنة جوة عدي أكثر من وعاء مهذا اللي أخذو عاء ثاني واجيب الركام اللي ينزل أجيب أخلي هنة لنأعبرة يعني كأنه آني أجبر أعبرة آني أساعد أي عبر والركام اللي هذا الباقي هو منقل هذا روح أوزنه هو الركام والمنخل أنا عدي رقم المنخل ووزن منخل فارغ وعده سوزن منخل والركام وبعدين نقص واحد من الثاني طلع الركام المتبقي وهكذا وهذا الثاني نفس الشي أجيب المنخل رقم 5 وخلي جواه وعاء وأجي أنخلة العابر العابر أجيبه أخليه نانا أخلي العابر عبره علي علي بعده والمتبقي أروح أوزينه اثنين المنخل والركام رح أوزينه وهكذا للكل وهكذا للكل وراها شنو أروح أسوي هذا الجدول سوي هذا الجدول هذا الجدول مقاس المنخل أبدي أكتب 10 5-6-1 وهكذا كل المناقب وزن المنخل فارغ يفترض أنه آني قبل التجربة أوزينه نوزن المنخل فارغ كل واحد أزن فارغ وزن فارغ كلين أوزن فارغات نظيفات يقول لي زين دكتور لماذا بعد التجربة نوزنه نقول لك لا لأنه لازم يعني ماكو مشكلة لكن أنه الأفضل قبل التجربة حما أعطول المنخل نظيف المنخل نظيف لأنه فيكون أسهل أدق النماذج وزن المنخل زائد النماذج هذا أيضا أوزنه امتى هذه هذا امتى أملي هذن يكون هنا من الوين هذن أثناء التجربة هذن الباقات بعدين يصير حسابات لسأ أشرع لكم يعني فوزن منخل فارغ هنا أنا أخلي منخل وزن فارغ وزن فارغ وزن فارغ هذا قبل التجربة وهنا أنا بعد التجربة هذن قلت لكم احنا سوينا خليناها بالهزازة هاي خليناها هنا وخلصناها وبعدين قمنا الرجهن كل واحد على حدة إنه شو نسوي العابر من عدة نعبره على الوراء نقول لكم نخليه عان عبره على الوراء والباقي نوزنه هو المنخل نوزنه هون المنخل نسجل وزنه هذا سجلت وزنه كلهن أسجل وزنه كلهن وبعدين خلاص خلصت التجربة أبدأ أبدأ أنه أسوي النتائج والحسابات حتى أسوي النتائج والحسابات طلعا أخذت لكم هنا مثال أخذت لكم مثال الجدوى الأدنى يبين نتائج تحليل المنخل لركام الناعم أوجد النسبة المئوية العابر لكل منخل وبين لأي منطقة تدرج أنت من ركام الناعم هذا سؤال تقليدي مثل أجيب هذا سؤال تقليدي هو مثل أجيب هسا هنا ثوينا تجربة هذا مثال لتجربة حقيقية طبعا مقاس المنخل عشرة خمسة وهكذا خليت لكم خليت النماذج خليت المناخل وهنا نوزن منخل فارغ هذا كان وزن منخل فارغ هذه الأوزان كانت فارغة وزن منخل زائد النماذج هاي بعدين بعدين وراء ما كملت عملية النخل يعني نخلتناهن وكملناهن خلينا وهزينا المنخل العابر عبرناه على الوراء وبعدين وزنناها طلعت هاي الأوزان لكل منخل طيب فسا احنا شون الآلية شون الآلية اللي نستخدمها حتى نكمل النتائج والحسابات شوني الآلية اللي نسويها الآلي وطلاب هي أنه وزن المنخل وزن النموذج ننسويها شنو نقل وزن المنخل هذا Waarه يعني وزن المنخل زائد وزن النموذج ناقص وزن المنخل هذا المنخل ون Eco هذا المنخل والنموذج اذهب built bypo انا قصر واحد من الثاني أنا نقص الواحد من الثاني أطلع هذا الأرقاب هذا ما نطلع ونأخذ هنا المثال طلاب هذا هذا كم نترككم على الحل هنا نجي هنا إنه 1362 ناقص 1362 صفر 1132 ناقص 1064 68 1205 ناقص 915 يطلع هذا يعني عبارة هذا شي يساوي هذا ناقص هذا يساوي هذا هذا ناقص هذا يساوي هذا 1057 ينقص منه 764 يطلع لنا 193 وهكذا أذن يقول هين خلينا لمن أجي أجمح ذني لمن ذني أجي أجمح المفضلش يطلع وزن الموضي يطلع وزن الموضي اللي خليناها بالبداية 100.000 غرام احنا غير خلينا 2000 غرام استخدمنا إذن واحد يقول إذن دكتور إحنا بالعمل هذا لازم يطلع 2000 إذا طلع هذا 1990 شنو معناه ليش بس هذا السؤال آخر شكوا هذا السؤال آخر أجب لكم يا مثلا ليش إحنا بالألفين بعد ما أخذنا وزن الموضي لقنا ألف وزن الموضي وين راحت العشرة غرام البقية هو ألفين فشنو هو وين شنو جوابه هذا طلاب البديه شنو جوابه العشرة غرام وين راحت يعني لو طايرت هذا جزء من عدها صار بيها تطاير ولو جزء من عدها ظلت عالقة بالمناخل ما نظفنا من خلزين وعبر ممكن يعني ظلت عالقة بالمناخل يعني مثلا ممكن هذا الشي أو صار بيها تطاير صار بيها على أغلب مثلا تطاير طارت أثناء الهز مثلا صار بيها تطاير أو بقت مثلا قسم من عدها ممكن مثلا هل هي تبقى عالقة من المناخل بس عنا هم خذنا وزن المناخل فقصدي ممكن نصير خسائر يعني بس جنو هالخسائر خوما يروح ربع كيلو ينزل لا غرامات بسيطة غرامات بسيطة بس على العموم يعني هنا تجربة مضبوطة 2000 غرام نزل كله وزنا جمعناه نجمع هذه زاد هذه زاد هذه زاد هذه هذا المجموع 2000 بعد شنسوي نسوي النسبة المئوية للمتبقي النسبة المئوية للمتبقي طلاب شنقول نقول هذا على 2000 في 100% هذا شوف طلاب أنا كاتب هنا أنا القوانين سأوش وزن نموذج على كل منخل سأوزن نموذج والمنخل نغس وزن منخل فارغ هاي طلعناها هذه لنقول وراء النسبة المئوية المتبقي شي الساوي الساوي وزن المتبقي على كل منخل على وزن الكل للنموذج في 100% فإن سأنانا طلاب لو تقسمون تقسمون هذه 1362 عفونا الصفر على 2000 في 100% طلع لكم هذا صفر 68 على 2000 في 100% وزن نموذج 3.4% هذا كل منخل نسبة المئوية هي من اسمها النسبة المئوية بالمئة نحن نظر 100% أريد مرتباً بعد الفارزة طلاب تقربوا للمرتباً بعد الفارزة فإن ستة ثمانية تقسيم 2000 في 100 لا تقوم 4 في بطلا فإنتم المفروض أن تبهون أن هذا المثال تطبقوا بديكم تطبقوا بديكم 290 على 2000 في 100% تطلع لكم هذا هذا على 2000 على 2000 عفونا هذا على 2051 على 2000 الآخر يطلع لكم هذه الأرقام وسيقع رقنا شوان طلعناها ذنين بس هذه من التجربة هذه من التجربة نقصنا واحد وطلعنا هذنين بس النوب هذا قسم على المجموع الكلي يطلع لهذه هذنين يطلع عني بالمية بالمية هس شنو أسوي طبعا لازم الأخير لازم يعني مجموحا ذنين مية لازم من مجموع مالتهم مية هاي المية شنو هاي المية لازم مجموحا مجموع مالتهم تجمعون هذنين يكون يطلع مية النسبة المائوية التراكمية المتبقي شون calves هذن طلاب أول وحدة خليها صفر هننزل أول وحدة صفر النوب أجمع هاي زائد هاي وساوي هاي هاي زائد هاي هاي زائد هاي يطلع عني هاي هذا زائد هذا يطلع هذا زايد هذا 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 زايد هذا هذا النس Beth automatic وهناك 100 هذه النسبة المئة العابرة ميه ناقص هذا الرقم مياه ناقص هذا الرقم مياه ناقص هذا مياه ناقص هذا مياه ناقص قد يقول أراك صفر هاي 100 ناقص لأن هاي القوائم وين هاي شوفوا إذن تنتجون لازم شنو عدكم تقولون عدكم جدول هو يكون مقاسم منخل وزن منخل فارق وزن منخل زاء النموذج وراء وزن النموذج النسبة المئوية المتبقي النسبة المئوية التراكمية المتبقي وراء النسبة المئوية العابرة النسبة المئوية العابرة نجي هس وشرحنا كل واحد شوان نحسبه هاي القوائم على تن مثلا نسبة المئوية العابرة هذا مية ناقص النسو الماوية تراكمية المتبقية فهي مية ناقص هذي اطلح مية ناقص هذي اطلح هذا وهكذا طلعت لهي الألقام زينة نجع على المواصفة المواصفة العراقية اختيت لكم هاي حتى اختم المحاضرة اختيت لكم هذي عين جبته جبته هنا انا هاي المواصفة العراقية شدقول تقارن لك بالنسبة الماوي العابرة النموذج بالنسبة لما عبر النموذج تقارن الكياه بيها فش تقول هاي المواصفة هاي المواصف القياسة العراقية المواصف القياسة العراقية طلاب يقسمين الركام إلى 4 مناطق تدرج منطق تدرج رقم 1 2 3 4 يقسمونها إلى 4 مناطق تدرج أولى وثانى وثالثة ورابعة فهي إحنا إذا أريد أن نعرف هذا لأي منطقة تدرج ينتم الرقام هذه ضريقة سؤال أما أقول لكم مثلا لأي منطقة تدرج ينتم الرقام أو أسألكم سؤال كم منطقة يتم تقسيم الركام لها أو خلقوا كم على المناطق تدرج الركام فلاحظة يكون الجواب أربعة منطقة دولة ثالثة رابعة هناك أربعة مناطق تدرج وهذا أكيد أخذتها بالنظري هسا نجي طلاب نحن نرى هذه المواصفة طبعا هذا الموحفظ ظني ظني هذا الموحفظ وأنت أعطيكم هذه المواصفة هسا أنتو مناطق تدرج الركام مناطق تدرج الركام شلون أعرفها على يا منطقة تدرج سهلة هذي أقول مثلا هاي 100% على يا منطقة تدرج هاي تنتمي ما معروفة حالي لكلين تنتمي أكيد بعدنا بأربعة تنتمي الستة وتسعين مضميني أحد والصائرة هاي تسعين إلى مية هاي تسعين إلى مية هاي تسعين إلى مية هاي خمسة وتسعين إلى مية فهي هاي ستة وتسعين تنتميها كلها ما أعدي مشكلة بيهن الآن لا أعرف منطقة الدرجة 82.1 60.95 يعني تنتمي منطقة الدرجة الأولى ما عدي مشكلة 75 تنتمي لها 85 إلى 100 ما تنتمي لها إذن هي لو الأولى لو الثانية تنتمي لو الأولى والثانية 63 إلى 60 تنتمي لها ما عدي مشكلة 55 إلى 90 تنتمي لها 48 15 إلى 34 من 15 إلى 4 لأنها لا تنتمي لها هناك 35 إلى 50 تنتمي تنتمي لها 15 إلى 5 إلى 5 وهناك وهناك 200.55 من 0 إلى 5 تنتمي لها ما عدي مشكلة فإذن هي يا منطقة الدرجة تنتمي لها منطقة الدرجة رقم 2 لأنها مطابقة منطقة الدرجة رقم 2 ينتم من الركام كتب لكم هنا الجواب ينتم من الركام إلى منطقة الدرجة الثانية ينتم من الركام إلى منطقة الدرجة الثانية ينتم من الركام إلى منطقة الدرجة الثانية فشوفوا طلاب أنه السؤال أقول لكم مثلاً لأي منطقة الدرجة ينتم من الركام هاي السؤال شوفوه هنا وبين هاي السؤال وبين لأي منطقة التدرج ينتمي الركام وبين لأي منطقة التدرج ينتمي الركام فهنا عرفنا أنه ينتمي لمنطقة التدرج الثانية شون عرفنا أنه ينتمي لمنطقة التدرج الثانية لأنه ما ينتمي لأنه كلهن ما مطابق لا لهذه ولا مطابق الهاي ولا مطابق الهاي يطابق بس التدرجات محددة كلهن كلهن إن من ينتمي يا منطقة التدرج يا منطقة التدرج ينتمي الركام لازم نانا أعرف إلى منطقة الدرجة من الرقام فهنا شفت طلاب نسقطناهن مثلا نعقلنا المية التسعين إلى مية شوفوا 82 بيناتين أوكي 63 بيناتين 48 بيناتين 11 بيناتين 9.55 بيناتين فهذا كله ينتمي إلى منطقة الدرجة الثانية بينما هو ما مطابق لهذه ولا مطابق لهذه ولا مطابق لهذه بقاسات محددة فقسم منهن ما ينطبقهن ولكن كنا كلهن ينطبقهن على هذه المنطقة الدرجة الثانية فالسؤال شنة طلاب عجيبة أما أعطيكم هذا الجدول وأقول لكم إلى أي منطقة الدرجة انتم من رقام أو أجيب لكم وحدة من عدهن أجيب لكم منطقة الدرجة الأولى والثانية والثالثة الرابعة وأقول لكم هل ينتم من رقام منطقة الدرجة الثانية لو ما ينتمي مطابق لمنطقة الدرجة الثانية وما مطابق أو مطابق لمنطقة الدرجة الثالثة ومع مطابق أو الرابع أو الأولى أو الأولى هنا تنتهي محاضرتنا الخاصة بالركام الناعم إن شاء الله المحاضرة القادمة سأشرح لكم الركام الخشن وأيضا أتكلم لكم أيضا عن الركام الناعم أكمل بعض التفاصيل أططيقيكم عن الركام الناعم فانتبه طلاب على أهم الملاحظات التي اضطيتها مثلا أنه الركام لماذا نستخدم ركام جاب الشطار يسجلوها الملاحظة لماذا نستخدم ركام جاب حتى لا يلتسق حتى لا يصل الالتساق ويالنموذج طيب هنا ليش بعض الأحيان يكون الوزن الكلي أقل من الوزن المستخدم يعني وراء ما نخلص السيف أناليسيس وأجمع حين من السيفات وإذا بيهن أدقاه مثلا فرق خمسة غرام هذا كي صار بيتا طاير مثلا صار بيتا طاير فصار خمسة غرام طايرت مثلا هاي الأمور يعني أقروا هاي المحاضرة فهمها وأيضا ما بين السطور إن شاء الله أني جهز لأي استفسار أو أي ملاحظة تفيدوها وإن شاء الله ستكون أيضا هشرح لكم ياها بالمحاضرات القادمة أيضا يعني أتكلم عن ركام الخشن وهي نفس الطريقة الحسابات هي نفس الحسابات بس المواصفة تختلف الحسابات نفس الحسابات والمواصفة تختلف والمقاسات هاي تتغير بالركام الخشن تتغير بس هتحصير 37-20-14-10-5-2-3-6 هاي فيحات ركام الخشن ونفس الحسابات حصير وإشارة السفاة في المحاضر القادمة شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته